لمتابعة آخر التطورات في أرمناز ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من ريف إدلب أحمد أمين أحمد مرحبا بك ضعنا في آخر التطورات الميدانية وهل تم انتشال كل العالقين تحت الأنقاض؟ نعم يمان حتى هذه اللحظة وأكثر من 21 شهيد في مدينة أرمناز هؤلاء موثقين في الأسماء هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب أن القصف استهدف ساحة العامة في مدينة أرمناز هذه الساحة تعتبر مكتظة بالسكان هناك أعداد كبيرة من الجرحة تصل إلى مشافي في باب الهوى وكفر تخاريم طبعا نقاط طبية المشفى الوحيد في المنطقة ومشفى باب الهوى الذي ربما قادر على استيعاب هذا العدد من الجرحة هل هناك حصيلة نهائية أحمد عن المفقودين هناك الحديث عن حي كامل دمر هل هناك حصيلة عن أعداد الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض؟ هناك أكثر من 20 منزل حتى الآن مدمر لا أستطيع أن أعطي رقم محدد ربما في الساعات القادمة هناك تظهر توثيقات من مراكز الدفاع المدني كما قلت لك لأن الغارة التي استهدفت مكان التنفيذ أيضا استهدفت عناصر الدفاع المدني واستهدفت الأهالي كان هناك غارة ثانية أحمد؟ نعم هناك غارة ثانية على نفس الموقع عادت الطائرات الروسية من جديد لتقصف الموقع الذي قصفته ربما هناك ساعتان أو ساعة ونصف ما بين الغارة والغارة الثانية الغارة الروسية ألقت في القصفة الواحدة ست صواريخ يعني حمولتها كلها ألقتها في ذلك المكان نعم طبعا كان معنا عبر الهاتف أحمد أمين مراسل أخبار الآن من ريف إدلب شكرا جزيلا لك أحمد